متخابنا الوطني لعب المباراة الماضية أمام جيبوتي يوم الخميس الماضي ما كناش احنا على الهواء هنا أجهزة خميس وجمعة الآن نتحدث فيما يخص ما حدث سواء على المستوى الفني أو على المستوى الجماهيري أو على مستوى اللاعبين بعد المباراة ما تكلمناش تعالي نتكلم الأول على الإيجابيات الإيجابيات نزي ما قلت لك ان المنتخب بقى ليه نمط بقى فيه شكل أداء واضح مع روي فيتوريا بقى فيه لعيب أساسيين بقى تعرف تتوقع التشكيل بقى فيه جدية وفاعلية على المرمى حتى لو المنتخب اللي بنواجهه ضعيف أو بسيط وبقى لك كتير منتخبات واجهة منتخبات أسهل منها في التصفيات في الجولة الأولى وما عملتش معها نتيجة محترمة زي اللي احنا عملناها قدام جيبوتي فالفاعلية دي عفوا الفاعلية دي مهمة جدا فاعلية دي ضرورية جدا عشان فيه مباراة هتبقى أصعب محتاجين من الفرصة أو الاثنين نعرف نسج المباراة سيراليون مش سهلة ومش صعبة هي بين البنين نركز وإن شاء الله نكسبها بعد المباراة الراجل روي فيتوريا المجموعة اللي ما لعبتش المباراة أو اللي شاركت أقل من ربع ساعة في المباراة قال لهم انتوا هتعملوا تدريبة بعد المباراة تدريبة دي سببها ايه نحن عايز يحافظ على أمورهم البدنية خاصة ان بعد ثلاث ايام هيبقى فيه مباراة تانية اللي هي مباراة سيراليون فاللعيبة خاضة التدريب ثلاث لعيبة اللي هم امام عشور وحسين الشحات وطارق حامد قبل ما التدريب يخلص بخمس أو عشر دقيق سيابوا التدريب وقالوا ايه كده كفاية من نفسهم يعني ويه بعدها روي فيتوريا اعلن او الجهاز الفني المنتخب مصر اعلن استبعاد السلعيسي بقرار من روي فيتوريا من معسكر المنتخب اللي مسافر لمباراة سيراليون دي الحكاية لحضركم كلكم عارفينها بس دي لازم تبقى مقدمة للحدث عشان لو انت دخل معايا لسه على هوا دلوقتي تفهم احنا منتكلم علي بص يا سيدي وبشكل واضح وما فيوش تجميل وما فيوش تزويق وما فيوش توازنات وما فيوش اصل جمهوري الاهل يزعل اصل جمهوري الزمالك يزعل اصل جمهوري الإسماعيلي يزعل اصل جمهوري المصر يزعل من كام يوم احنا كنا وقفين هنا ومنسقف للزمالك وهو بياخد قرار انضباطي محترم ضد ثلاث لعبين سابوا المعسكر عملوا حاجة مش مفروض تتعامل واشدنا جميعا كل من يعمل في الاعلام وكل جمهوري النادي الزمالك اشهدوا بهذه الخطوة من مجلس ادارة نادي الزمالك اللي قرر عرض السلاسي للبيع من كام يوم الاهلي يعاكم محمد مجدي افشا ويغرمه ماليا عشان طالع زعلان من مباراة قبلها مارسل كولر كان استبعد امام عشون من مباراة عشان كان مدهي انه ما شاركش في المباراة الا قبلها وكل ده احنا بنسقف للاهلي بنسقف للزمالك بنسقف للمصر اللي خد قرار اندباطي مع ماران حمدي بنسقف للاندية واحنا مبسوطين وفرحانين وعندنا الجرأة والشخصية لان الجماهير عايزة كده او مبسوطة بالقرارات دي فبنقولوا احنا مرتاحين نيجي بقى على منتخم مصر نبدأ نخلي الكلام من نوعية بس ان شاء الله يسمحهم عادي يا جماعة الكلام ده بيحصل عادي ما كانش لازم يدربهم ولا يهنهم عشان دول عيبة كبيرة منتخم مصر كنا من كام يوم بنقول انه النادي فوق اي لعب منتخم مصر يا فندم مع كامل الاحترام لكل الاندية المصرية العظيمة هو فوق كل الاندية دي وفوق كل اللاعبين وفوقنا وفوق اي حد مش هيقدر يدي المنتخم مصر فما فيش اعذار اطلاقا لا لإمام ولا لحسين الشحات ولا لطريق حامد مع كامل الاحترام ليهم وواحد واحد كده طريق حامد لاعب عظيم ادى المنتخم مصر الكثير وللقرى المصرية لاعب راجل في ارض الملعب وبيدي دايما باخلاص صعب تلاقي مباريات وحشة لطريق حامد على مدار مشواره نحب نشوف في المنتخب طبعا كل الكلام ده حطه على جنب بس طريق حامد هو نفس الشخص اللي كان كلوس كيروش بيستبعده وكان البعض يلوم على كلوس كيروش انه بيستبعده وانه ازاي كان مهم في التصفيات وكان مهم في كاس القامل الافريقية رغم انه اللي كان مش معلن ان طريق حامد كان عمل موقف شبه ده مع كيروش فتم استبعاده نهائيا من منتخب في فترة كيروش رجع طريق حامد مع روي فيتوريا وبدأ يخش كل المعسكرات لو هو سليم لو مصمكتش بيبقى موجود لو سليم بيبقى موجود في كل المعسكرات روي فيتوريا لاعب واصل للخمسة وثلاثين عام فطبيعي جدا وهو روي فيتوريا بينزل بمعدة الاعمار كان ممكن ما نشوفش طريق حامد في المنتخب خالص وكان عيبقى عنده المبرر بتاع روي فيتوريا لكن الراجل قال ليه لأ استفيد من خبرات طريق حامد بما انه قادر يعدي الاخر لحظة فانت دخلت المنتخب تاني خدت وضعك تاني تلعب عساسي ولا لأ ما فيش لاعب في العالم أعظم لاعب في العالم حتى كريستيان ورنالدو ما بقى شي يقدر يحافظ على مكانه أساسي في منتخب برتغال لتقدم العمر فطبيعي ما تحفظت طول الوقت على مكانك الأساسي لو انت شايف ان انا طريق حامد اللعب الأساسي دايما مع منتخب مصر اللي عمل تاريخ مع منتخب مصر ما ينفعش هاوض على الدكة مثلا او هدايق لما هاوض على الدكة اعمل زي عبدالله السعيد عبدالله السعيد لما حس انه هيبدأ ما يبقاش أساسي مع منتخب مصر قال لك والله انا اكتفيت بهذه الفترة مع منتخب مصر انا اديت كتير لمنتخب مصر وانا حاسي لاللوقتي ما اقدرش ادي لمنتخب مصر انا هدي الفريقي فخلاص انا هكامل لا يا جماعة سموني يا جماعة هكامل الكلمتين دول مهمين فبتكلم زمايلي فمنتخب مصر اهم من اي لاعب ده بالنسبة لطارق حامد لو انت متضايق فضل اعتزل دولي وقول لا خلاص انا مش هادر اكمل ادم مش اكمل اساسي مع منتخب مصر فانا خارج المنتخب وهل ساقفلك ونقول شكرا على الفترة العظيمة الماضية حسين الشحات هو لاعب ما كانش موجود في المنتخب معظم الفترات الماضية ما كانه في لعيبة يعني لها خبرات وتجربة احترافية عظيمة زي تريزيجي زي عمر مرموش فبراهيم عادل كان موجود في المنتخب برضو بس مصاب رمضان صبحي غايب بقى له فترة عن انه يخش في قائمة المنتخب فانت عندك فرصة عظيمة انك تبقى موجود في المنتخب كتالت في مركزك اه كتالت في مركزك مش عايبة مكلمة عن ناحية الشمال عشان ناحية اليمين طبعا متأبفاله صلاح وحتى لو مصلاح فيه مستوى فتحي عشان الراجل فيتوريا واضح انه بيحب الراجل الجلاح ده يلعب برجل الشمال يلعب برجل الشمال حتى زيزو بيعتمدش عليها عيمين بيلعبه تالت في نص الملعب فانت انبسط بمنتخب مصر اه انت لعب كبير ومهم ومميز ورائع بالمناسبة حسين الشحات بداية الموسم ده مش بنفس المستوى اللي كان موجود به الماضي الموسم الماضي كان رائع جدا الموسم ده لسه ما دخلش قوي بنفس المستوى بتاع الموسم الماضي التالت امام عشور وحكايته حكاية اول جملة اللعب اللي بيبقى دايما حواليه دوشة حتى لو هو لعب كويس جدا وامام عشور فعلا لعب كويس جدا بتبدأ الناس بنقصين كده بتتصيله تمسكله على الواحدة ليه عشان انت السبيب بتاعك مش عظيم في الحكايات دي واحد كان فترة عمده مشاكل مع نادي الزمالك سافر تجربة احترافه وقالنا ان شاء الله ربنا يكرمه رجع بسرعة ولم ينجح في تجربة الاحتراف السريعة جدا جي النادي الاهلي موقف مع كلر وحنده حكايات وقصص طبعا قبلها الكصة بتاعت جمهوري لما كان بيتكلم عن النادي الاهلي كتير شوف انا عددت اللجون في بالي كتير انت عايز تزودهم بعدين امام عشور هتقول يا جماعة الصورة اللي هي كهيدة بعد مباراة الاسماعيلي او في مباراة الاسماعيلي الراجل كان عنده معسكر المنتخب كان بقاله فترة ما بيروحش منتخب مصر كان بقاله فترة ما بيروحش منتخب مصر فتم استدعاءه المنتخب مصر فجات له اصابة في مباراة الاهلي والاسماعيلي اللي هي قبل معسكر منتخم مصر بيوم فالراجل جات لأصابة بكى كايد فورس زهباي فرجع بسرعة ولعب تاني ولسه بالمناسبة وده كل الناس بتقول كده امام عشور ما جابش لسه خمسين في المائة من المستوى رغم كده هو بيقدي مباراة رائعة مع النادي الالي روحت منتخم مصر ورجعت من الاصابة وربناك رم مش لازم فجأة تخش اساسي في المنتخم بقى حتى تلعب لانتبقى لك كتير اوه ما دخلتش مع المنتخم مصر المنظومة دي ما دخلتش معها اللقطة دي اللقطة الاصابة بتاعته في مباراة الاسماعيلي وبكاؤه بعد ما تأكدت الاصابة احنا سعب علينا امام عشور وقلنا يعني هو بص بيحاول كان عنده معسكر تاني يوم تم استبعاده من المعسكر بعد الاصابة دي مباراتي الجزائر وزنبيا والديتين نفسه يرجع المنتخب فالترجعت المنتخب اهو واحنا كلنا متعشمين ان امام عشور ده هيبقى اضافة عظيمة تحديدا امام عشور من التلاتة هيبقى اضافة عظيمة المنتخب مصر في نص الملعب وبعدين ده الاهلي الاسمه فرقة بيغير كتير في نص الملعب وانت عندنا وفرة كبيرة اوه في منتخب مصر في القيب قصة الملعب وانت بروفايل ممتميز عن الباقيين يعني لك صفات او مميزات اخرى فنية ممكن تخليك بسهولة تبقى موجود اساسي مع المنتخب مصر مش غلطان في الدوشة اللي فاتت او اللي حصلت قريب او اللي جاية عشان بس ما تبقىش بالفرقة او حد يقولك فتقول لا ما ما يعرفش بغض النظر بس البناء ده من اللي حواليه دوشة طول الوقت اللي طول الوقت حواليه اخبار وقصص بيخسر كتير وفي لعيبة عدت علينا ما شاء الله نفس القصة دي كتير والمشوار ماكملش بص يا جماعة ما فيش تهاون فيما يخص منتخب مصر والكلام ما يتزوقش احنا ما متزوقش الكلام لما لاعب بيعمل موقف معنا دي بنزوقه واحنا لاعب عامل كده مع منتخب بلده لا ما يتزوقش عيب اللي حصل ده عيب جدا عيب وفي ظروف وفي وقت ما ينفعش يحصل